رفعت محكمة أمن الدولة جلسة النظر بقضية المتهم الذي هاجم مبنى دائرة مخابرات البقعة والمتهم الذي باعه السلاح حتى بداية الشهر المقبل للتداول وخلال جلسة اليوم كرر المتهمان إفادتيهما التي أعطيها للمدعي العام كبينة دفاعية كما استمعت المحكمة إلى شاهدي دفاع اثنين طلبهما المتهم الثاني وأقدم وكيلات دفاع عن المتهمين بياناتهما وإفادتيهما الدفاعية وقد وجهت للمتهم الأول الرئيس في القضية تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضلت إلى موت إنسان والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية خلافا لأحكام مواد في قانون منع الإرهاب أما المتهم الثاني فوجهت إليه تهمة بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام مواد في قانون منع الإرهاب